في الوقت ده كانت بطولة كاس السلطان حسين ما زالت تحت رعاية الجمعية المصرية الإنجليزية لكرة القدم وبيشارك فيها فرق الجيش والجاليات الأجنبية اللجنة التنفيذية للنادي الأهلي اتخذت قرار بعدم اللعب مع الفرق الإنجليزية سواء مباريات رسمية أو ودية وقررت عرض القرار على باقي الأندية في اجتماع اتحاد الكرة المقرر عقده مساء يوم 11 يناير 1922 وفي الاجتماع ده عرض الأهلي وجهة نظره واتفقت أغلب الأندية معاه في القرار ونشرت مجلة المدمار القرار قرارات الأندية المصرية واللعب مع الفرق الإنجليزية وكتبين قررت لجنة كرة القدم بالنادي الأهلي بالجزيرة عدم اللعب بتاتا مع أي فرقة إنجليزية سواء كان في مسابقات أو في أي لعب حبي وقررت كذلك عدم اللعب مع أي نادي أو فرقة مصرية تخرج عن هذا القرار وبلغنا القرار نفسه من لجنة الكرة بنادي السك الحديد ونادي منتخب المدارس ونادي العباسية ونادي النيل ويظهر من لهجة حضرات جميع أعضاء هذه الفرق في أثناء المناقشة بهذا الخصوص في جلسة الثلاثاء الماضي المنعقدة بالنادي الزراعي أنهم مصممون على ذلك تصميما أكيدا لا يحيدون عنه بأي حال من الأحوال وقد أدل حضرة يوسف فندي محمد سكرتير النادي المختلط بالقاهرة برأيه الشخصي ورأي إدارة النادي بكل صراحة وهو الاستمرار في مسابقات الكأس السلطانية فقط بدعوة أن الكرة ميدان حرب صغير فيه معنى الانتصار الأدبي والكسب المادي ولم يستطع حضراته أن ينوب عن حضرات أعضاء فرقة النادي في إبداء رأي صريح باللاعب من عدمه لأنه لم يقطع أحدهم برأي ما فالمنتظر من حضراتهم وعلى رأسهم حسين بيك حجازي اللي هو لاعب المختلط في الوقت ده أن يعلنوا رأيهم في هذا الموضوع بأقرب وقت وطبعاً نادي المختلط ما وفقش على القرار لأن إدارته كانت أجنبية في الوقت ده وبدأ تفعيل القرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر